التصعيد العسكري في البحر الأحمر يثير المزيد من القلق الدولي وقد عبرت مصر والصين في بيان مشترك عن اتساع قلقهما إزاء اتساع رقعة التصعيد في المنطقة وشددتا على أهمية تكاثف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل الأراضي اليمنية داعية لضرورة تكاثف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن مؤشرا واضحا على ما سبق وأنها حذرت منه مرارا وتكرارا من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة السمرار لاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وتشهد حركة الملاحة الدولية منذ أكتوبر الماضي اضطرابا وسط بحر من التصعيد وتتزايد المخاوف من انعكاسات هذا التصعيد على حركة التجارة العالمية وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر وهو ما يمثل اتساعا إقليميا للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة